السلام عليكم أغلق المصعد على جسدها وفاة مريضة داخل مستشفى في مصر كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية ملابسات وفاة إحدى نزيلات مستشفى شبرام المركزي التابعة لمحافظة الجيزة والتي تؤفيت جراء تعرضها لحادث داخل مصعد المستشف وأكد عبدالغفار أن وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبدالغفار كلف بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث وفاة مريضة بمستشفى شبرام وقدم خلال تصريحات بأحدى الفضائيات المصرية مساء أمس السبت خالص العزاء لأسرة المتوفات موضحا أن اللجنة سترفع تقريرها للوزير خلال 24 ساعة تحرك مفاجئ للمصعد وأضاف أن الحادث وقع أثناء نقل المريضة بواسطة المصعد بعد خضوعها لعملية جراحية في المفصل مشيرا إلى أن تحرك المصعد المفاجئ أدى إلى حبس جزء من جسد المريضة داخله والجزء الآخر خارجه وهو ما تسبب في وفاتها وذكر أن جهات التحقيق والنيابة العامة تتولى التحقيق جنائيا في الحادث مشيرا إلى تواجد أهل المريضة وفريق التمريض أثناء وقوعه واختتم بأن التحقيقات ستحدد ما إذا كان سبب تحرك المصعد خطأا فنيا أم بشريا وشد الدكتور خالد عبدالغفار على الوقوف على الجداول للزمنية لأعمال الصيانة الدورية الخاصة بالمصعد وكفة مرافق المستشف ومراجعة أي أعطال وتحديد أوجه القصور ورفع تقرير مفصل بأسباب الحادث في أقل من 24 ساعة مع توفير كامل احتياجات جهات التحقيق القضائية لتحديد المسؤول عن هذا الحادث الأليم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ترجمة نانسي قنقر